مرحبا بكم في محلات جلال الدكور أمي الحبيبة خالتي الأزيزة خالتي مادام جدتي الحانونة عامة الأنيقة كما راكم تشوفوا اليوم وفرناكم فكرة جديدة الله يبارك ما شاء الله فكرة اليوم على بالي بلي راح تساعدكم بزاف في المنزل على بالي كي يجي فصل الصيف يكثر الذبان والناموس والقرلو على بالي مشكل كبير في المنازل الجزائرية حنا اليوم وفرناكم فكرة راح تساعدكم بزاف بزاف ولي هي هذ القارورات اللي راكم تشوفوا فيها أمامنا ولي هذا راح نشوفوا هذ القارورات للخدمة اللي حتخدمها وكيفاش تخدم وكيفاش راح نستعملوا هذ القارورات اللي راكم أمامنا هذه مليحة بزاف لجميع الحاشارات بصفة عامة قاتل لجميع الحاشارات يعني مليح بزاف بزاف كما نقولوا لي عندك لكن عندك لقرلو في الدار ومقلقك ما تخافيش جبنا لك الحل عندك الناموس ومديرون جيك في النوم بتاعك ومديرون جيك في الاستعمالات يما يكلون في المطبخ والذبان يدورا ديك خلات عديه ما عنده وين يهرب كما راك تشوفي هذ القارورة راح تقضي عديه تماما لي يعرفوا هذ المنتوج هوا السماع راو كما يقولوا يعرفوا أعز المعرفة لي ما يعرفوش راح نعرفوه تولي تعرفوه كامل تبع مليح معايا يا أمي الحبيبان نقراركم شوية تاريخ الاستخدامات وش يخدم ويعني كما يقولوا احتياطات الأمنية تاع هذ المنتوج هذا ما بصفة عامة تقريب فيه كما راك تشوفيه ستين يوم قارورة تحكم ستين يوم تقريب تحكم شهر قد قد يعني شهر بالتمام عفوا شهرين تحكم ستين يوم هذيك ستين يوم شهرين هذي تحكم شهرين وش معنتها شهرين كل يوم في مثال عندك بلاصة فيها ذوباب بزاف وفيها لقرلوت ديري الضغطاتين رأني رشتين ها دير رش مرتين في الغرفة اسم بلاصة فيها ذوباب ولا قرلو ولا أي بلاصة ديري رشتين فقط هذي رشتين وهذه الرشتين يح تكون نسمة كبيرة كبيرة بالنسبة كالتنطاشر في الهواء يعني مشي حاجة سهلة ويصعيبها بزاف هذي القرارية أم الحاببة الضرار تحها المضرة كي ترشيها لازم تقفل شومبرا لكندرتي في كوزينة أقفل الباب لكندرتي في شومبرا أقفل الباب ثاني اضغط مرتين فقط سيتم رش الغاز وبذلك سيتم التأثير بفعالية على كل الغرفة يعني كما كنت قلت لك يما العزيزة هذه كديرها لازم تقفل شومبرا باش ينتشر هذك الغاز لرشيته كما نجيو هنا يا أم الحاببة يقول لك هذيك حاول إغلاق الأبواب والنوافذ عند الاستخدام هنا ملاحظة عند الاستخدام يرجع دم الرش مباشرة باتجاه الأشخاص يعني أو الحيوانات والطعام أو الأواني ملاحظة لا تقوم باستخدام أعضاء جسم الإنسان هذه من تقديري شما ما ديريها كما نقوله على الجلد الإنسان حذاري ثم حذاري الرش مرة واحدة في غرفة مغلقة تماما أو غرفة صغيرة حاول إغلاق الأبواب والنوافذ عند الاستخدام يعني يما العزيزة هذا بملخص القول وش يقول لك هذا ديري رشتين فقط في الهواء كما هكذا سواء كان ناموس ولا ذبان ولا قرلو حيقض عليه تمام شدتي عندك قرلو في بلاسة معينة سيتو في بوتاجي ولا في بلاسة تقديري رشة في جهة ورشة في جهة وخليه تقليل شمرة تاعك وروح يما العزيزة أرقدي ومدي لهاش في بلاسة أرقدي فيها والنتيجة على ثلاث دقائق تلقي النتيجة تاعك بلي ذو بابا ذاك والاخر طاح كامل في البلاسة التي درتي فيها هذا البرودوي مما العزيزة توفر فيه ليمون كما هكذا لا يوجد شريحة تقلق ولا فيه ليمون وفيه الفراز يحب قو فراز ولا يحب قو قارس على بيك تقولوا قو مش هذوقه يعني كما يقولوا الرائحة كما نقولوا الرائحة مش لو قو على بيك نقول قو ولا بي معظم الأشخاص هي يفهموا هذه حنا أولفنا نقول قو يعني كما يقولوا قارس وكاين فراز أمي الحبيبة سعر القارورات ثمانية وثلاثين تحكم لك شهرين ها الله يبارك تحكم لك شهرين والمفعول تعوي يا أمو العزيزة ثماناش ساعة ها يبقى ثماناش ساعة هو يخدم يعني تقدري كما نقولوا ديريها لا ثماناش ساعة بش تعاودي الكرة أمي الحبيبة هذه تحكم لك شهرين ما تحكميش تخلصيها فرد النهار وين تلقي الذبانة تطلقي عليها هذا ويقتل بالجملة وميقتلش بالذبانة هاي لك يا أمي الحبيبة ثمانية وثلاثين الف سواء كانت في القارس ولا في الفراز لكي الاختيار يا أمي الحبيبة هذا البروديو راوم مليح بزاف بزاف يا أمي الحبيب وبالتجربة مش يقال نبيعه فيها غير هكاك هذا الناس اللي مجرباته تعرفوا ماذا بنا دخلينا كومنتر وتنصحنا لكليون اللي ما يعرفوش هذا المنتج على بالي بزاف حوسوا على حواج بزاف وديروا وجربوا وديروا ومالجوش النتيجة لكن بربي إن شاء الله وبإذن الله هذا راوم مليح بزاف بزاف يا أمي الحبيبة الغالية قبل المغادرة نقول لك شكرا لحوس المتابعة والمحل تعني متواجدين تعني مليلة بالضبط إحنا مقابلين بازار علي بابا نقولكم شكرا لحوس المتابعة انتظرونا بجدد آخر دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر